هذا الخلاص هو خلاص فريد من نوعه هذا الخلاص هو خلاص وحيد وهذا الخلاص هو خلاص ثمين كما يقول عنه الكتاب المقدس هذا الخلاص أحبائي يمكن لأول وهو يمكن ما تدرك شو الفكر الخلاص موضوع الخلاص في فحوا يدور في صفحات الكتاب المقدس في عهديه نرى أن الله الذي يأخذ زمام المبادرة في سفر التكوين عندما تعامل مع خطية آدم وحواء وعندما تقابل معهما وألبسهما أقمس من جل ومن هذه اللحظة الله طلب ذبيحة وأنه بدون سفك دم لا يمكن أن تحصل مغفرة للخطايا لأنه مكتوب النفس التي تخطئ تموت وأن أجرة الخطية هي موت أو كما قال الله في سفر التكوين يوم تأكل من هذه الشجرة المحرمة طبعا أقصد موتا تموت وفعلا عصى آدم ربه وفعلا سقط في الخطية وسقطت ذرية معاه إلى يومنا هذا فنحن أحباء خطى لسنا لأننا نخطئ ولكننا نخطئ لأننا خطى بالأصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر